أما ما حصل في أوكرانيا ليس من الآن وأنه من ببداية المعارك روسيا كانت تتوقع الواقع أن لا تطول الحرب أكثر من شهر شهرين أو أسبوع أسبوعين كما حتى بدأ الحديث في البداية وأنها يمكن أن تسقط الحكومة الأوكرانية في عاصمة أوكرانيا من البداية وهذا الواقع لم تستطيعه الآن غيرت استراتيجيتها غيرت هدفها العسكري رسميا وقالت الواقع المنطقة الشرقية التي تواجد فيها أقلية روسية تعمل من أجل انفصال عن أوكرانيا وهي القريبة من شبه جزيرة القرم أيضا فحاولت الواقع هنا أيضا لم تنجح نجاحا بالشكل المتوقع أوكرانيا الواقع الجيش الأوكراني وحده قد لا يستطيع شيئا ولكنه يزود الآن بالأسلحة الغربية بشكل مستمر يعني يوميا وبكميات كبيرة وبكميات قوية والآن أيضا زادت بالتالي لم يستطع هذا الجنرال أو ما يسمى جنرال لأنه هذا ليس عمل عسكريا عندما يمسح بعض القرى بالأرض قرب حلب الواقع لم يستطع أن يتحرك في أوكرانيا بالطريقة التي كان يتوقعها منه رئيسه أو قائده الأعلى بوتين فتمت إقالته وأعتقد أنه يمكن أن يقال عدد آخر من القوات القادة العسكريين في روسيا لأن مجرى المعركة ومجرى الحرب بكاملها كان يختلف تماما عن ما كانوا يتوقعونه في البداية وهذا ما ذكرته أيضا قبل قليل بمسألة إطالة أمد الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر